أنا أنسيت ما قريت الفاتحة أنا نبدأ لكم من الفاتحة للسلام أنسيت ما قريت الفاتحة مباشرة قريت الصورة الله أكبر وبدأت قوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاء أحد أنا ركعت تفكرت بل لي خليت الفاتحة نعاود نولي نعم نعاود نولي على أشفاء القاعدة نقدر نرقع الفريضة ما دام ما رفعت من الركعة التي تليها ما دام ما تخدش في الركعة الثانية ورفعت منها لسمع الله لمن حمده ما دام ما قد سمع الله لمن حمده تعالى الركعة التي تليها عندي حق نرقع الركعة الأولى ماذا ركعة الأولى نسيت فيها الفاتحة وإذا تفكرت فالركع نعاود نوقف نقرأ الفاتحة والصورة ونكمل صلاتي ومبعدها جاوبوني نسجد قبل السلام ولا بعد السلام هيا بسرعة هيا بيننا بلي فهمتوا نسجد بعد السلام أعلاها نسجد بعد السلام لزيادة هذا كركع الأول يا خاني ركعت وعوت وليت هذه الزيادة أسجد لها بعد السلام هاني نسيت الفاتحة أنا رقحها الآن هاني هاني تخلت في الصلاة الله أكبر قريت الفاتحة وما قريت الصورة انسيت الله غالب هاني ركعت نولي ولا ما نوليش ما نوليش على ما نوليش لأنه لا يعاد من الفر إلى السنة الفاتحة سنة وركوع فريضة هنا ينكمل صلاتي ونسجد قبل السلام ولا بعد السلام هيا جاوبو نعم نسجد قبل السلام لأنني تركت سنة ومن ترك سنة سهوة متكونة من ثلاثة القيام لها وقراءتها والجهر والسر هذا يسجد قبل السلام إذن لما نخلّي الفاتحة نعاود نولي نرقحها لأنها فرض ولما نخلّي السنة نكمل صلاتي وأسجد قبل السلام هاني كبرت الله أكبر ما قريت لا الفاتحة ولا الصورة هاني ركعت لما ركعت فكّرت واش نريد نعاود نولي لأن الفاتحة نولي للفاتحة نجيب الفاتحة والصورة ونكمل صلاتي وأسجد بعد السلام الان لا لا هاني كبرت الله اكبر هاني قريت الفاتحة وهاني قريت الصورة وهاني اركعت لما اركعت يا اخلاس من قول سميع الله لي من حميدة لا لا ننسيت الله غالب ااصي معمر بالمشاكل ااصي معمر بالمشاكل انا اركعت اهبط للسجود انا راني في السجود فكرت يا اودي انا ما رفعت من الركوع واش ندير نعاود ونقول لي كيف قلنا منحنيا نطلع منحني ماشي نوقف ونركع لا لا نقول لي منحني منحني هاني وليت منحني سماني اركع واش ندير سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمد ونكمل صلاتي واش نسجد بعد السلام ولا قبل السلام جاوبو نسجد بعد السلام لا نسجد بعد السلام لزيادة هذا السجود لاني هبط ساجد الان لا لا هاني كبرت قريت الفاتحة قريت الصورة كين قرر الفاتحة والصورة واش ندير ها نركع نركع انا يا مركعت واش درت اهبط قبال اساجد الركوع ما جبتوش ما الصورة للسجود الله اكبر جيت هبط انا راني في السجود وتفكرت باللي ما جبت ما جبت الانحيناء للركوع ما شير رفع من الركوع الركوع ما جبتوش اهنا نولي قائما نعاود نوقف نوقف ونقر شوية من الصورة مستحب ومبعدها نركع هاني ركعت نرفع من الركوع ونكمل صلاتي واسجدو بعد السلام لزيادة السجود فهمناها اذا خليت الفاتحة وتفكرتها في الركوع نعاود نوقف نجيب الفاتحة والصورة ونكمل صلاتي اذا خليت الركوع اذا خليت الرفع من الركوع اهنا نولي منحنيا ونجيب الرفع من الركوع اذا خليت الركوع اصلا واش ندير نعاود نولي قائما فهمناها ولم فهمناها الان هاني سجد تبع منها هاني سجد ياخذ سجود زود سجدات انا يا سهيت سجدت وحده سجده ونطلت تانية احنا قلنا عندي حق نرقحها ما لم ارفع من الركوع التانية ما لراني واقف هاني بديت نقر الفاتحة وتفكرت باللي خليت سجده واش نقول لي نقول لي جالسا نهبط جالس نجيب السجده التاعي ونوقف واسجده بعد السلام لزيادة هذك القيام اسجده بعد السلام مفهوم لا ماشي مفهوم هاني نقرأ الان نمتلو هاني نسيت سجود فاركع الاولى سجدت وحده ونطلت تانية هاني نقرأ في الفاتحة والصورة واني ركعت هاني نقول سمع الله لي من حميده ما ولاش عندي حق نرقع ركع الاولى ماتت اشفى اذا خليت فريضة فاركع الاولى اولى التانية اولى التالتا اذا خليت فريضة عندك حق ترقحها مادام ما رفعتش من الركوع الركعة التي تليها فاذا رفعت من الركوع الركعة التي تليها تموتها الركعة هاني نحن نمتلكم الان بشتركوا في القناة